يواجه اتفاق الخامس من يوليو تحديات ربما تعود به إلى المربع الأول والعودة لحالة الاحتقان السياسي مرة أخرى ورى المراقبون أن رفض الحزب الشوعي للاتفاق وإعلانه الخروج من المرحلة الانتقالية من جهة واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات داخل المرافق والمؤسسات من جهة أخرى تزيد المشهد السياسي تعقيدا وارتباكا وتنذر بما لا يمكن تخمنه المزيد في سياق التقرير التالي المشهد السياسي في البلاد أصبح قاتما بصورة جعلت التكهن بمآلات الأوضاع أمرا يصعب التكهن به أو قراءات اتجاهاته خاصة عقب الأحداث التي تشهد البلاد حاليا وأخرها إعلان الحزب الشوعي عدم مشاركته في المرحلة الانتقالية مع شركائه في قوى الحرية والتغيير بعد أن ظن الجميع أن المعارضة ستدخل موحدة في الجهاز التنفيذي كما كانت خلال جولات التفاوض الطويلة مع المجلس العسكري الأفراح التي انطلقت في الشارع السوداني عقب الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اعتقد الجميع أنه نهاية المطاف لسلسلة التظاهرات والاحتياجات السلمية التي شهدتها البلاد غير أن المواطنين عادوا مرة أخرى للخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوق الشهداء مستبقين بدء عمل اللجنة الوطنية المستقلة التي ستشكلها الحكومة الجديدة كما شهدت العديد من المؤسسات وقفات احتجاجية للمطالبة بالإسراء في تكوين حكومة مدنية الأيام القليلة المقبلة ربما تكشف عن الجديد بحسبان أن المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لا تزال مستمرة فحراك الشارع بحسب المهتمين ربما يتأثر سلبا أو إيجابا بما ستنتهي إليه المفاوضات فالتوقيع على الاتفاقية قد لا يعني نهاية الأزمة فقد تكون مجرد بداية لأحداث جديدة في ظل انشقاق المعارضة بعد رفض الحزب الشيوعي الاتفاق مع المجلس العسكري وتمنمل القوى السياسية